اشتركوا في القناة من مسيرة ممثل من مسيرة ممثلة المهم انهم مشاهد انا بحبهم وهحاول انقل سبب حبي ده في كل حلقة وابدايتنا هتكون مع خمس مشاهد لبروس ويلس الممثل صاحب المسيرة الطويلة اللي مش هكون ببالغ لو قلت انها امتدت عبر اجيال انا شخصيا كبرت على افلامه من نوادي الفيديو مرورا بالمرحلة اللي كان بيجرب فيها اكتر وبيخاطر فيها اكتر وصولا لمرحلة التخبط اللي استمرت فترة طويلة قوي اللي عمل فيها افلام كتير كويسة بس عمل فيها افلام اكتر مش كويسة خالص انتهاءا بالخبر الحزين اللي وصل لنا من ايام انه قرر يعتزل التمثيل بسبب اصابته بالافيزية اللي اثرت على طريقة نطقه وطريقة كلامه ففضل انه يبتعد بالكامل ويسيب لنا مخزون كبير من الاعمال اتعكد فيه بقالي 3 ايام عشان اوصل لمشاهدي الخمسة المفضلة منه قبل ما نبتدي مع المشهد الاول عندي تحذيرين التحذير الاول من الحرق طبعا الافلام اللي حتكلم عنها اسمقها موجودة تحت في الديسكريبشن وفي الفواصل بتاعة الحلقة وبكل تأكيد المشاهد اللي حتكلم عنها حتحرقها فلو فيهم عمل حضراتكم ما شفتهوش نطوا المقطع بتاعه وفي نفس الوقت اعتبروه ترشيح مباشر يعني حيبقى ضريف منكم جدا لو رحتوا شفتوا الفيلم لو ما كنتوش شفتوه ورجعتوا تاني للحلقة عشان تتعرفوا على اختيارنا للمشهد وتحليله التحذير التاني بديهي شوية وهو اننا بنتكلم على مشاهد من مسيرة بروس ويلس واحد من اهم ابطال الاكشن في نهاية التمانينات وفي التسعينات وما بعد ذلك اذا فبعض المشاهد اللي عندنا حتكون دموية شوية والبداية حتكون مع فيلم داي هارد اظن كانت تبقى قساءة ادب مني لو كنت عملت اي مزايدي ومخترتش على الاقل مشهد واحد من داي هارد الفيلم اللي بكل تأكيد صنع نجومية بروس ويلس وفيلم داي هارد الاول اللي عرد سنة 1988 في عدد من المشاهد اللي مش ممكن ننساها بس اختياري حيكون لمشهد تفجير سطح المبنى بعد رحلة معاناة طويلة جدا لجون ماكلين بيوصل للرهائن اللي كانوا محتجزين في بورج ناكاتومي وبيحاول يحذرهم انهم يبعدوا عن سطح المبنى لانه مجهز للانفجار وبعد ما بينجح في انقاذهم بيقابل سلسلة من العقبات وهنا انا اعني كلمة سلسلة اولا خطر تعرضه لاطلاق النار ومش من الاشرار من الاف بي اي ثانيا خطر السطح اللي حينفجر فعلا وده بيدفعه لمحاولة القفز اللي بتتزامن مع الانفجار في مشهد هوليودي اكشاني معتاد جدا ولكن للمفاجأة ساعتها ما كانش معتاد ولا حاجة وممكن نتصور ان هي دي ذروة المشهد ولكن السلسلة بتكمل معانا خرطوم الحريق اللي هو كان معتمد عليه علشان ينط أصبح مش متثبت في حاجة وممكن يفك بالكامل في ثانيا واحدة قائمة اعداءه بيتم اضافة اسمين لها وهما الزمن والجاذبية وفي حركة اكشانية اصبحت معتادة برضو بعد كده وكمان مرة ساعتها ما كانتش معتادة ولا حاجة بينجح في كسر الازاز والعودة داخل المبنى وممكن نتصور ان المشهد انتهى هنا ولكن نقطة تثبيت الخرطوم اللي كانت افضل صديق لي من ثواني اصبحت ألد اعداءه دلوقتي بقت بتسحبه لتحت مشهد لاهث ومثير جدا في نصيبه من العيوب على مستوى التصوير وعلى مستوى المنتاج ودي عيوب المرحلة طبعا ولكن زي ما وضحت لكم اصبح مرجع صعب قوي اي مشهد تاني في اي فيلم اكشن لاي بطل بيواجه خطورة في طابق عالي في مبنى كبير مايفقركش بحاجة في المشهد ده ناخد نفسنا شوية بقى ونروح للمشهد التاني هدينا شوية مفيش وقت للهدوء احنا بنتكلم عن بروس ويلس اللي في سنة 2000 قدم واحد من اهم افلامه وهو فيلم بطلنا دلوقتي بيواجه محاكمة ابنه عاوز يتأكد من الحقيقة ان ابوه غير قابل للاذاء وعشان يتأكد بيقدم على انه يضربه بالنار لحظة معتادة جدا في كل افلام ام نايت شاملان الكويسة دايما في افلامه بنشوف الخوارق وهي بتحوم حوالينا بس مش قادرين نتأكد من وجودها ومن اهم ادوات الاثارة اللي هو بيعتمد عليها هو زغزغة المشاهد بامكانية ظهورها لحظة حاسمة جدا جوزف لو ضرب ابوه بالنار وما تقذاش يبقى الموضوع انتهى ولكن في عوامل تانية كتير بتتدخل معانا في المشهد واقع ان الاب نفسه هربان من حقيقته دي واقع ان احنا بنتعرض لمشهد الابن فيه حيضرب الاب بالنار فعلا حدة المشهد بترتفع مع جوزف وهو بيشرح لابوه هو ليه عاوز يعمل كده وغضب الاب بيتصاعد لحد ما بيوصل لمرحلة التهديد انا شفت المشهد ده اكتر من مرة وعلم معايا جدا بس وانا بحضر للحلقة دي اكتشفت حاجة ما كنتش واخد بالي منها ان المشهد اللي امتد الاكتر من دقيقتين ما فيهوش اطعاط الكاميرا بتتحرك بشكل مهتز جدا ما بين التلات شخصيات اللي معانا وده بيساهم جدا 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 في رفع حدة التوتر روس ويلس في المشهد ده قدم اداء تمثيلي جيد جدا ولكنه للأسف مش بطل المشهد قلبنا كمشاهدين بيروح بالكامل للي ماسك المسدس بنتعاطف معاه وبنحس بصراعه لانه في نفس الوقت صراعنا نفسنا نتأكد يا عم نايت ما تريحنا بقى عم نايت كالعادة ما بيريحناش الا في نهاية الفيلم ويمكن محتاجين ننتقل للمشهد التالت لربما نلاقي شوية راحة بس قبل ما ندخل في المشهد التالت عاوز اعرفكم اكتر بموفيز بوبكورن اللي حابب اشكرهم على الشراكة اللي بنقدم من خلالها الحلقة دي واشكرهم برضو على شغلهم الجامد جدا في اثراء المحتوى الترفيهي اونلاين موفيز بوبكورن بيشتغلوا حاليا من خلال حسابين واحد على تويتر والتاني على انستجرام تابعوهم دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الديسكريبشن لان عليهم كل اخبار الافلام والمسلسلات اللي تهمنا بالاضافة لاراء وترشحات ومسابقات بجوائز يومية للمتابعين موفيز بوبكورن عندهم خطط كبيرة للمستقبل سواء على حساباتهم على السوشال ميديا او ابعد من كده كمان وانا وفيلم جامد حكون معاهم في مشاريع ان شاء الله حتعجبكم الحمد لله هدينا وريحنا شوية راحة ايه مفيش وقت اللي راحة بروس ويلس في سنة 1995 عمل الجزء التالت من فيلم داي هارد ودلوقتي هو داخل اسنسير مع 4 جهزين انهم يقتلوا في اي ثانية واحنا كمشاهدين عارفين انه ما يعرفش انهم هيقتلوه لحد ما في لحظة سحرية بيكتشف حقيقتهم ويه بتبدأ المذبحة اول اتنين جون مكلين بينجح في انه يقتلهم استغلالا لعنصر المفاجأة وبعدين بنخش في معضلة تهديد من الامام وتهديد من الخلف ولكن الطبيعة الديقة للمكان وللمشهد بشكل عام بتلعب لصالح بطلنا عشان ينهي المعضلة بالانتصار المشهد ده زي ما قلت شوفنا الاول مرة سنة 1995 وبرضو اصبح مرجع صعب قوي نشوف معركة داخل اسانسير وما نفتكرش داي هارد حتى لو كان اللي احنا بنشوفه ده هو كابتن امريكا اند وينتر سولجير مشهد المصعد الشهير من الفيلم ما هو الا لفتة حنين لداي هارد مع القدر الكافي من التجديد والتطوير وجعل الاجواء مناسبة اكتر لطبيعة الفيلم بس للامانة لو قرنت ما بين المشهدين داي هارد 3 يكسب عندي انا منتج تسعيناتي بالكامل يا جماعة انا احب اكتر الفيلم اللي حاول يتعاطف شوية مع المشاهد فبدل ما يوري له واحد دماغه منفجرة جاب مخه وهو متنطور على وش البطل بس في المشهد الرابع حنرجع مرة اخرى لام نايت شاملان والفيلم اللي صنع اسمه وفي نفس الوقت اقدم اعادة الاحياء الربعة او الخمسة او الستة او سبعة او التمنة او التسعة او العشرة لمسيرة بروس ويلز اه يا جماعة احنا في الوقت ده وسنة 1999 كنا بنقول ان بروس ويلز مش هتقوم له قومة تاني قوم اعظم التوائد حبكة ممكن اكون شفتها في حياتي وتأكيد جديد على مدرسة ام نايت شاملان في تصدير الاثارة والترقب وان كنا ساعتها ما كناش نعرف اننا المفروض نكون مترقبين حاجة قبل الوصول للمشهد الختامي في الفيلم كنا تحت الانطباع ان الفيلم انتهى الولد الصغير المعذب وجد طريقة للتعايش مع اللعنة اللي بيعاني منها عرف ازاي يتعامل مع الاشباح اللي بتطرده بطلنا دكتور مالكوم كرو حقق هدفه ساعد الولد وخلصنا ولكن في المشهد الاخير بنكتشف الفاجعة دكتور مالكوم كرو شخصيا شبح وعلى ذكر الاشباح ما تصدقوش يا جماعة الاشباح اللي بتقولك انا كنت اريها من اول لحظة اه طبعا مع تزايد الكلام عبر السنين عن ان الفيلم دوت فيلت وقت حبكة من اقوى ما يمكن ناس كتير بقت بتستناها خصوصا وان نفس اللعبة دي اتلعبت بعد كده في افلام واعمال اخرى لكن سنة 99 بأدوات 99 مفيش اي بني ادم كان عنده فكرة في مشهدنا ده اخيرا بنشوف بروس ويلز وهو بيمثل جماعة انا بتكلم عن الراجل اللي بياخد بادينا في اكبر لحظة صدمة ممكن تعرضنا لها في اي فيلم في حياتنا مشهد تقيل وتحدي صعب جدا لانه هو شخصيا ما كانش يعرف حقيقته وفي لحظة الاكتشاف بيمر بمراحل الحزن او الصدمة وان كان مش كلها الحقيقة لانه في الواقع اضى الفيلم كله في المرحلة الاولى مرحلة الانكار الغضب ملوش معنا في الفيلم بتاعنا فبينسبنا منه المساومة برضو ملهاش اي محل من الاعراب انت مش امام خطر الموت انت موت فعلا وبعد ما حقيقة اللي حصل بتبان قدامنا بالكامل بنقضي الوقت كله ما بين الاكتئاب والتقبل بكل تأكيد هو فيلم المفضل لبروس ويلس والسبب الرئيسي ممكن يكون انه في المشهد ده قدم افضل اداء ليه على الاطلاق وعلى الرغم من ان لحظات التقلق التمثيلي في مسرته مش كتيرة ولكن اللحظة دي مش اللحظة الوحيدة الحقيقة تقلقه التمثيلي كان العنصر الحاسم في اختياري للمشهد الخامس وهو مشهد من فيلم بولب فيكشن وهو ليس المشهد الافضل اللي اشتغل فيه داخل الفيلم المشهد الافضل واللي هو بطل بالكامل هو مشهد المقتل العبثي لفينسينت فيجا ولكن المشهد الافضل ليه تمثيليا هو مشهد قرار العودة لانقاذ مارسيلس والس الصراحة مش عارف ازاي حتكلم عن المشهد ده من غير ما اقول كلام قليل الادب بس ححاول بعد مغامرة دموية بكل تفاصيلها بوتش اخيرا اصبح امام بوابة الهروب اخر اعداء ليه اصبحوا مشغولين في حاجة كده مع بعض وكل المطلوب منه هو انه يمشي ولكن تارنتينو هنا بياخد قرار من ابدع ما يمكن قرار كان بيحضرنا ليه واحنا مش واخدين بالنا بوتش مش شخصية مثالية بكل تأكيد ده مخادع وكاذب وقاتل ولكن لسبب ما احنا ما شفناهوش في اي مرحلة على انه شخصية شريرة واللي وراه دول اعداءه عاوزين يأذوه وعاوزين يموتوه وعاوزين يعملوا في حاجات تانية كمان ولكن فيه تفاوت عدو يفرق عن عدوه والصورة اللي هو سابها وراه مش سهل يتقبلها شوفوا بقى لما كل ده يتم ترجمته في تعبير والنعم الراجل ده كان عنده قرار العودة بيجي بعده واحد من اجمل المشاهد في بولب فيكشن مشهد الابجريد بتاع السلاح اللي هو حيهاجم بيه اعداءه وده مشهد كلاسيكي اصبح مرجع كذلك بطل الاول هو تصاعد تعبير الاعجاب اللي بيجي على وجه بوتش لما كان بيشوف كل سلاح جديد تعبيرات موفقة جدا لدرجة ان تارنتينو نفسه تحيز ليها وفي سلاحين من التلاتة كنا بنشوف نظرة الاعجاب على وجه بوتش قبل ما نشوف السلاح نفسه اظن صورة بروس ويلس وهو ماسك سيف الساموراي ممكن تكون التكسيد الامثل لمسرته التمثيلية انا بحب بروس ويلس جدا يا جماعة وحزين لانتهاء مسرته بالكامل ولكن سعيد لتفضيله الخروج بشكل فيه كبرياء في زماننا المجنون ده الزمن اللي الناس فيه بتعمل اي حاجة عشان تفضل في الصورة بروس ويلس بيختار انه يخرج منه بشكل يشرف اي كائن تسعيناتي ابن منطقة يا برينس الف سلام عليك وان شاء الله كانوا عدوينك هانز و سايمون جروبر دي كده مشاهدي المفضلة من مسيرة بروس ويلس لو عندكم مشاهد اخرى ياريت تقولولنا عليها في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي